السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزاء طالبات وطالبات الصف الثالثة الاعدادي ان شاء الله امتابعين مع بعض المنهج من الكتب الدراسية المختلفة كتاب جيم كتاب بايبت كتاب المعاصر الفيديوهات موجودة على القناة وامتابعين مع بعض حل الاختبارات من الكتب الدراسية المختلفة ناخد مع بعض الوقتي من ملحق كتاب بايبت اجزام ثري الاختبار رقم ثلاثة قليوبية جوانوريد محافظة القليوبية بداية من صفحة 136 اول سؤال معايا بيقول لي finish the following dialogue كن بانهاء الحوار التالي اول سطر ده بيكون مهم جدا بيعرفني المحادسة بتتكلم عن ايه بيقول هنا معاز يقابل انس او يلتقد انس الذي سوف يسافر الى ايه فرنسا معاز هنا بيقول لي انس انت سيم يعني تبدو انت تبدو سعيد جدا واي لماذا بيقول له يا انس انت ساعد جدا لماذا طبعا عرفنا من اول سطر هنا ان هو هيسافر لفرنسا يبقى هيقول له هنا طالما قال له واي يبقى بيكوز يعني لانا بيكوز لانا هيبقى بقى اي اي وهتاخد ام اي ام عشان انا سوف اسافر الى فرنسا يبقى بيكوز اي واي بتاخد معاها ام بعدها بعدها ايه المصدر لانا انا سوف اسافر الى سوف اسافر الى ايه تو فرنس جونج تو ترافل تو فرنس تو الى فرنس فرنسا اسافر لي فرنسا هنا هنا ما عايز بيسأله سؤال انا اسأله ايفل طور انا سوف ازور ايفل طور هزور برج ايه برج ايفل انا اثر انترستنج فلس وكتير من الاماكن او اماكن اخرى مصير الاهتمام يبقى ايه الاماكن اللي انت هتزورها what يعني ايه هنكتب هنا what يعني ما او ماذا وعندي هنا بيقول i will visit هتبقى what will ويو هتحول واي هتحول الى you وبعد كده الفعل في المصدر يبقى what will you visit what will you visit ماذا سوف تزور what will you visit there يعني ماذا سوف تزور هناك هناك في فرنسا ايه الاماكن اللي انت هتزورها قال له انا هزور برج ايفل واماكن كتيرة من شر الاهتمام وعااس بيقول له how will you travel how يعني كيف ازاي هتسافر لهناك طبعا هتسافر لفرنسا بالطيارة يبقى هيقول له هنا ايه يو هتحول الى i i وبعدها will انا سوف travel بعدها المصدر i will travel انا سوف ايه travel وسافر وبعد كده الوسيلة بتاعتي بقى قبلها سوف اسافر بالطائرة معاس هنا بيسأله السؤال انا اسأله ايه قال له i will stay for two weeks هابقى هناك او هاقيم هناك لمدة اسبعين طالما لقيت فور يبقى هاسأل بايه هاسأل بي how long how long يعني كامل مدة كامل مدة اللي انت هتقضيها هناك how long و i will هتبقى في السؤال will you وبعدها المصدر how long will you بعدها المصدر stay there كامل مدة اللي انت هتقضيها هناك قال له لمدة اسبعين معاس بيقول له i hope you enjoy your time there اتمنى ان انت تستمتع بوقتك هناك طبعا هنا الناس هيشكروا ايه thank you شكرا لك thank you شكرا لك بعد كده السؤال الخاص به الكراءة وبيجيب لي هنا كلمات ونبدأ نوظف الكلمات دي داخل النقاط بيقول لي هنا الكلمات اللي عندي hospitals اللي هي المستشفيات we engineering يعني الهندسة which بمعنى التي او اي medicine الطب او الدواء production يعني intake we wear بمعنى حيث او اينا القطع هنا بتقول لي ايه doctor hamid is a professor at the faculty of ده بيكون استاذ جامعة في كلية ال كلية الطب يبقى at the faculty of medicine ليه لانه بيقول لي بعد كده انه بيجري كتير من العمليات الجراحية surgeon جراح يبقى في كلية الطب at the faculty of medicine في كلية ال الطب medicine الطب الطب او الدواء بس هنا معناها الطب بيكون professor استاذ جامعة او دكتور جامعة في كلية الطب in banha university في جامعة banha بيقول لي هنا banha is the capital of caliubia دي عاصمة الاي دي عاصمة القليوبية نقط is located north of cairo بتقى في شمال اي بتقى في شمال القاهرة يبقى التي تقى في شمال القاهرة بتكلم عن مكان وبوصف ويبقى والش التي تقى في شمال القاهرة دكتور حامد ده بيكون جراح عظيم هي بيقى بيقدي او بيقوم بالعديد العمليات الجراحية النجحة الخطيرة عايز يقول لي في جميع انحاء مصر او في جميع مستشفيات مصر يبقى في مستشفيات مختلفة في جميع انحاء مصر يبقى في مستشفيات مختلفة المستشفيات القليبية دي بتكون معروفة نقاط بانتاجها الزراعي من المحاصيل فرص الفجهة يبقى بالانتاج بتاحها الزراعي بالانتاج بتاحها بعد كده تجيب لصفحة 137 بيقول لي هنا القطعة بتاعاتنا نقرأها ونجاوب على اسئلتها بيقول لي الماء هو الحياة يعني بيكون ضروري لحياة الكائنات الحية على سطح الأرض لو مفوش مياه مش هيكون في حياة على كوكب الأرض النباتات والحيوانات والبشر أو الإنسان هيموتوا بدون المياه يبقى هنا بتعود على مين على المياه نحصل على المياه من الأمطار ريفرز الأنهار والزل عيون بعد ما بنزيل بعد إزالة الأملاح من مياه البحار الناس بيستخدم المياه العزبة للشرب والغسيل أو للطبخ في بعض الأماكن يوجد بعض من عيون المياه الصحية المياه من هذه الانابية بتكون مياه خاصة بتكون مفيدة جدا للصحة من أماكن كتيرة بتيجي عشان تشرب هذه المياه من هذه الانابية عشان يتم التعافي والاستشفاء من المرض العلماء بيقوم بكتير من الأبحاث عشان يلاقوا حل لمشكلة لمشكلة المياه في بعض الأماكن العالم يعني إنه هو يستخدم مياه أقل في جميع المجالات وحل آخر يعني أعدة استخدام المياه ده معناه إحنا نستخدم المياه مرة تانية بدلا من إهضارها عشان نحن نزيد من الإمدادات بتاعت المياه تم بناء السدود لتخزين كميات كبيرة من المياه خلفها عشان نستخدم هذه المياه لخلف السدود وقت الحاجة شوف كده أول سؤال بيقول لي إيه بيقول لي هنا يعني إيه هي الفكرة الرئيسية والفكرة الأساسية للنص بتاعنا طبعا بيكلمنا عن أهمية المياه يعني بيكلمنا عن أهمية الإه أهمية المياه رقم اتنين أحنا قلنا بتشير إلى إيه بتشير إلى الماء رقم تلاتة دامز دامز اللي هي السدود بتستخدم فيه سطور في تخزين كميات كبيرة من الإه من المياه جاب لي هنا بقى. السؤال بتاعي رقم اربعة بيقول لي ايه? ليه بعض الناس بتشرب المياه من الايه? من الينابية. طبعا عشان الاستشفاء والتعافي من الايه? الامراض بتاعتهم او المرض بتاعهم يبقتوا لكي يتم الاستشفاء والتعافي لكي يتم الاستشفاء والتعافي من المرض ايه? بتاعهم. رقم خمسة بيقول لي يعني اذكر اتنين من الحلول لمشكلة المياه. اذا تكسمنا النص بتاعنا ده عايزين ايه? حلين كده او اتنين من الحلول لحل مشكلة المياه. هنا اول حاجة نقول واحد. اول حاجة معنا ممكن نقول ايه? العالم. 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 يستخدم مياه اقل. كميات قليلة من ورر المياه. الناس تستخدم كميات قليلة من المياه في كل المجالات. الناس تستخدم كميات قليلة من المياه في كل المجالات. نقول كمان تاني حاجة. اعادة ايه? اعادة استخدام المياه. عندي بعد كده رقم ستة. ايه اللي هيحصل? لو مفيش ماء. لو مفيش ماء ايه اللي هيحصل? طبعا مش هيكون في حياة. سوف لا يكون هناك حياة. يبقى سوف لا يكون هناك حياة ايه? على كوكب الارض. على كوكب ايه? على كوكب الارض. بعد جده السؤال خص بالاختيارات صفحة مية تمانية وتلاتين والسؤال رقم واحد. بيقول هنا اه نقاط ده بيكون الشخص هو اللي بيدفع يعني بيدفع مالا مقابل غرفة في منزل شخص اخر بيدفع كده مقابل ان هو ساكن غرفة في منزل شخص اخر طبعا اللي هو الايه? المستأجر. كلمة الوطاكم او هيئة الايه? او هيئة العاملين. gives the same meaning بتجيب لي نفس المعنى از زي ايه? ايه اللي بتسويها? طبعا ووركرز اللي هم العمال طاكم العاملين او هيئة العاملين وهو ووركرز العمال. بتسويها في المعنى. رقم ثلاثة انوات از امينز. اوف ترانسوورت اللي هي وسائل الايه? وسائل النقل ذات كارس بيبول التي تحمل الناس او الصيرات اكروسورت لما قال لي عبر المياه او عبر الماء يبقى على طول افري المعدية او العبارة هي اللي الناس بتنقل فيها كده عبر المياه. تنقل الناس تنقل الصيرات المعدية او العبارة. احنا بنضيف ايه? في نهاية كلمة هد. هد اللي هو الرأس. بنضف لها حروف كده ايه في النهاية? عشان نقصد بيها الم في ايه? في ذا هد الم في الرأس. يبقى هنضف لها وننطقها هدك. هدك اللي هو الايه? الصدع. رقم خمسة. يقول لي هنا. معندهاش اصدقاء. سولي ذلك. نتيجة لكده بقى الشيء. هي دايما بتشعر بايه? دايما بتشعر للي ان هي وحيدة او بتشعر بالوحدة. يوجد العديد من المباني اللي هي كلمة جزاب. كلمة جزاب ايه اللي بتسويها? حاجة جزابة يبقى حاجة حاجة جميلة. بعد كده الجزء الخاص بتصحيح الخطأ بيقول لي نادا عايز يقول لي نادا لم تأتي الى الحفلة حتى الان او بعد. عندي كلمة جزابة. من الكلمات التي تدل على زمن المضارع التام. وجملتها بتكون منفية. وفي زمن المضارع التام باخد هاف او هاز على حسب الفاعل. طب الفاعل هنا مفرد. هياخد هاف ولا هاز? هياخد هاز. نادا هاز. طب عايزها منفية عشان بتجيلي في النف يبقى هاز نطق او اختصرها هتبقى هازا. عايزة بعدها التصريف التالت. تصريف التالت من كم? كم? ده التصريف التالي وتصريف التالت كم? زي الاولان. كم كم? كم? يبقى هاز انت كم. يعني لم تأتي للايه? الحفلة بعد. وهي نغاط انيو هاوس نيكست مونث. الشهر القادم. عايز يقول ده احنا هنبني بيت جديد الشهر اللي جاي. يعني رتبا. ده احنا مرتبين كل حاجة. ملاقي كلمة رتبا. ملاقي كلمة يعد او يجهز. اعرف ان انا في زمن المضارع المستمر. في زمن المضارع المستمر. ام او از او ار. زاد الفرب والاي انجي. طيب وي جامع. هتاخد معها اي? هتاخد معها ار. وي الفعل والاي انجي. ادي ار. واد الفعل بتاع في المصدر اهو. يعني يا ابني. وبضف له الاي انجي للاستمرار. لان ده زمن مضارع مستمر. يبقى وي ار بلدنج. ده احنا هنبني. رقم اربعة. عايزي يقول مامتي وبابايا. عاشوا في البيت ده منذ الفين واثناشر. من سنة الفين واثناشر. منذ من الكلمات التي تدل على زمن المضارع التان. يور مام انداد مامتك وباباك. لاتنين. كده يبقى الفعل عندي جامع. مع الجامع في المضارع التان بياخد هاف والتصريف التالت. يبقى عندي هنا. هاف والتصريف التالت من وهو من الافعال المنتظم. هضف لها فقط الدين. الثاني رقم تلاتة بيقول للاكسور آآ بلين. الطائرة بتاعت الاكسور بتوصل الساعة التاسعة ونصف. احنا قلنا دي ايه? ديت مواعيد. طيب ومع المواعيد والطائرة مفرط هناخد ايه? هناخد الفعل بتاعه وبه اس. يبقى هاتبقى ايه? هاتبقى ايه? ادي الرايف اه. وبضف لها فقط الايه? الاس لان الفعل عندي هنا ايه? الفاعل مفرد. رقم خمسة بيقول لي هنا نقط موبيل. اما بشوف اي هاف افرسين. ده عايز يقول ده ارخص موبايل انا شفته قبل كده. يبقى عندي هنا ايه? تفضيل. يبقى ده عندي هنا ايه هاف افرسين ده تفضيل. بخمسين جنيه. ده عايز يقول لي كده. ده ارخص موبايل انا شفته في حياتي او شفته قبل كده. تمام. يبقى انا عندي هنا ايه? في حالة تفضيل. او مع الصفة الطويلة. طبعا ده اقل لغلاء انده بخمسين جنيه. يبقى ذا ليست. وبعد كده اكسبنسف الصفات الطويلة. موبايل ده الموبايل الاقل لغلاء انا شفته قبل كده ده بخمسين جنيه. يبقى ذا ليست اكسبنسف. جزء الخاص برايتنج الكتابة. بالانلاين شوين مزايا وايوب التسوق عبر الانترنت.